أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثالث من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة واللي خصصناها طبعاً لأسئلة حضراتكم وقبل الفاصل كنا بدأنا إجابة سؤال بيبو محمد بيقول بنته سنتين ونص عناد وبتتماس بالعناد الشديد وقلنا إن دي سمة من سمات هذا العمر يعني إحنا بنجاوب يعني عليه وقلنا وهو كان الموضوع كله يعني الأمثلة اللي ضربها في فكرة إنها بترفض ترجع البيت على طول وهي في الحضانة أو على طول عايزة تخرج وهكذا وقبل الفاصل كنا اتكلمنا أو شرحنا لحضراتكم بالتفصيل عن النوع الأول من العناد لأنهما أربع أنواع وقلنا اسمه عناد عدم الفهم وشرحنا وممكن حضراتكم ترجعوا للأجزاء اللي فاتتكم على وسائل التواصل النوع الثاني من العناد اسمه عناد المثابرة أو عناد الإجتهاد أو عناد الإصرار يعني إيه؟ يعني إن الطفل يبقى مصر يعمل شيء بنفسه تمام؟ وده عناد يعني لو فكرنا فيه شوية هنلاقي إنه هو في طالما إنه هو في الأمور الكويسة يبقى لازم نشجع الطفل مش نحبطه إحنا إمتى نمنع الطفل أو نحبطه؟ لما يبقى مصر نوع يعمل حاجة والحاجة دي مثلا لا تلائم سنه أو لا تلائم قدراته إنما لو حاجة هو يقدر يعملها ومحتاجة مننا كده مساعدة خفية شوية إنه إحنا نساعده بطريقة خفية شوية ده بيكون وقعها عنده أفضل يعني عند الطفل إنه هو بيحس إنه هو أنجز الشيء اللي هو كان عايز يعمله يعني لما يبقى مثلا مصر يفتح مثلا حاجة معينة من حاجته أو عايز يجيب حاجة معينة أو يوصل لها وما إلى ذلك يعني بس زي ما اتفقنا عناد الإصرار أو عناد الإجتهاد ده مرتبط بإنه في إطار آمن تماما لازم يكون في إطار آمن تماما بالنسبة للطفل النوع التالت من العناد اسمه عناد الربط الشرطي يعني إيه ربط شرطي؟ يعني إن الطفل يكون متداي أو زعلان مننا لسبب يقوم يطلع غضبه أو زعله مننا في هيئة رفض أو هيئة عدم طاعة للي إحنا بنطلبه منه أو اللي إحنا عايزينه يتوقف عنه فده إسمه الربط الشرطي ساعتها برضو بنتعامل معه زي إنه إحنا بنفاهم الطفل إنه هو لازم ما يربطش ما بين الاتنين مجرد إنه إحنا بنشرح للطفل إنه إحنا فاهمينه كويس يعني مثلا أشهر مثلا إن الطفل مثلا وعدناه بحاجة وقلنا له مثلا بعد كده لا مش هنعملها فييجي بقى وقت الأكل مثلا فيقول مش هيكل أو مش عايز يأكل أو يقعد يغلس كده على الأكل فنقوم إحنا نقوله إيه على فكرة إنت بتعمل كده علشان كده فإحنا لازم تبقى فاهم إنه ده ملوش علاقة بده وهكذا عايز مثلا يتفرج على حاجة معينة في التلفزيون مثلا وإحنا مش موافقين أو إحنا بنشوف إحنا حاجة خاصة بينا أو الوقت المخصص إنه هو يتفرج خلص أو يعني يتفرج فترة طويل مثلا يعني فإحنا محتاجين نقفل التلفزيون نيجي مثلا بعد كده بقى نطلب منه حاجة أو نبقى عاديين يوم يتعمد إنه هو يعمل حاجة مثلا دوشة معينة خلاص أو حاجة مزعجة فنقوله بطل ما يبطلش طيب يبقى إيه تفسيرها بقى يبقى هو عمل حاجة اسمها الربط الشرطي فإحنا أهم حاجة أهم حاجة إنه إحنا نفهم الطفل إنه إحنا فاهمين إنه السلوك اللي بيعمله ده له علاقة بالموقف السابق فمجرد إنه إحنا بنبين للطفل ده الطفل بيشعر إنه إحنا فاهمينه وده بيبقى جزء من الحل مش جزء من الخناءة لا سمح الله أخيرا بقى اسمه عينات سوق السلوك وده اللي إن الطفل بيتعمد بقى خالص إنه هو إنه قوله حاجة يعمل عكسها والكلام ده كله وده حاجة ليه علاقة بقى بأثر ترى كومي بطريقة كنا بنتعامل بيها مع الطفل اللي فترة طويلة لازم يكون فترة طويلة فترة طويلة مثلا من إنه إحنا الإهانة وعدم الاستجابة لطلباته وعدم الاعتبار له أو للحاجات اللي هو عايزها أو بنتعامل معه بعنف والكلام ده كله فابتدى هو يتعامل معانا برد فعل عكسي طبعا للقاعدة اللي بتقول إنه لكل فعل رد فعل أو قانون يعني ده في الفيزياء فالحل البساطة إنه إحنا لازم نفهم الطفل مرة واثنين وثلاثة ومش بس نفهمه بالكلام لكن نفهمه بالأفعال إن إحنا ابتدينا نعمله أحسن وابتدينا نخده في الاعتبار ونحقق له رغباته التي يمكن أن تحقق ساعتها الطفل بيبتدي يبدي بعض المرونة وبعض الاستجابة في اتجاه تعديل سلوكه السيء تمام؟ نرجع بقى للسؤال لازم مراجعة كاملة لنوع أنشطة الطفلة في البيت من وقت العودة من الحضانة يعني إيه؟ يعني حضرتك كأب أو كأم تقوله من ساعة بنتنا أو ابننا بيرجع من الحضانة لحد ما بينام بيعمل إيه بقى؟ من أول كده أنه هو مثلا بيخسل إيده ووشه بيغير هدومه بياكل بيلعب إزاي أو بيلعب في إيه وهكذا 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 ليه؟ ليه بنعمل كده؟ لمحاولة فهم أسباب الرفض ده بنحاول نفهم إيه بقى في السيكونز أو في التتابع ده بيخلي الطفل ما عندوش رغبة أنه هو يرجع بخلاف السبب اللي احنا قلناه وهو عدم استعجال العودة إلى الأدب الإجباري اللي كان بيمرسه في الحضانة أو اللي كان مفروض عليه في الحضانة تمام؟ خلوا بالكم من النقطة دي ومن أحسن الحاجات للتعامل مع النقطة دي إن احنا نلخبط الموضوع يعني إيه؟ يعني لو لقينا الطفل مثلا بنقوله يلا اخسل إيدك وإيشك أو يلا غير هدوم فنلاقيه إنه هو مش عايز أو مش عارف إيه أو بتاعه خلاص نقوم نقوله إيه؟ على فكرة احنا ممكن نخسل إيدنا بس وتقعد تتغدى بهدومك عادي ونغير هدومك بعدين أو لقيناه عايز يلعب في حاجة معينة يلعب الأول قبل ما يتغد وهكذا أنتوا فاهمين قصدي؟ عايزة نبه برضو صاحب السؤال لموضوع الخروج إنه هو بيقول هي دايما عايزة تخرج من الشقة أو الكلام ده كل الرغبة في الخروج بشكل دائم باب الشقة طبعا ده حاجة طبعا هي مش حلوة خلاص؟ لكن أنا بنبه لإيه بقى؟ بنبه إن الأطفال الصغيرين هو بيقول الطفل عنده سنتين ونص الأطفال الصغيرين ما عندهمش تمييز كويس لا يميزوا خلوا بالكوا قوي من النقطة دي خلاص؟ فممكن مع عدم الحذر من جانبنا يعني الموضوع لقدر الله يزيد فنلاقي الطفل ده فين؟ الخوف بقى طبعا نلاقي الطفل ده ينزل الشارع لوحده يجرب ينزل السلم لو العمارة فيها أسانسير لو فيه سهولة إنه يطلع فوق سطوح البيت خلوا بالكوا قوي من النقطة دي حتى لو كان السكن في بيت عيلة خلوا بالكوا قوي من النقطة دي الطفل يعني يعني متحمس قوي أو إنه عايز يخرج على طول كده يبقى لازم عندنا حذر شديد وخلوا بالكوا إن الأطفال في السن ده بالطول إنها تمسك أكرة الباب أو حتى لو فيه مفتاح ممكن تفتح الباب فلازم نخلي بالنا إن المفتاح يبقى الباب يبقى مقفول ولو فيه ترباس أو ما إلى ذلك نيجي للسؤال اللي بعده سؤال نانا مسعود نانا مسعود بتسأل بتقول مساء الخير يا دكتور محتاجة نصيحة حضرتك جدا ابني عنده عشر سنين ومش بيتحكم فيه موضوع التبرز والتبول أحيانا أما البراز بشكل أكتر قبل دخول الحمام لازم يبقى فيه أثارات وأنا حرفيا تعبت من الموضوع وبقى مأثر علي وعلى جو البيت نفسيا وإخواته لإنه الريحة بتبقى صعبة انصحني أعمل إيه أرجوك طيب طبعا ده سؤال مهم جدا جدا لكن في بداية إجابتي أنا عايز أقول أنه حضرتك ذكرتي في سؤالك أن أنت تعبانة من الموضوع ده وأنه جو البيت متأثر بالمشكلة وإخواته الموضوع متأثر وريحة البيت مش حلوة ولم تتحدثي لا من قريب ولا من بعيد عن ابنك بقى شخصية اللي هو صاحب المشكلة اللي هو لازم يكون فيه تعاطف كامل معاه يعني أنه المشكلة دي تخصه هو فهو يعني لازم يكون فيه إحساس بالتعاطف الشديد ناحيته أنه هو عنده مشكلة مشكلة كبيرة فلازم نحلها أول ملحوظة لي في سؤال حضرتك يا أستاذة نانا أنه لم يذكر في السؤال التاريخ الطبي للمشكلة هتقولوا لي الله هو إيه التاريخ الطبي ده هقول لكم الفرق بين التاريخ الطبي والتاريخ المرضي التاريخ المرضي إن أنا أقول ابني أو بنتي عندهم المشكلة الفلانية اللي هو زي ما احنا قلنا كده ده التاريخ المرضي سواء كان بقى في السؤال اللي إحنا سمعنا دلوقتي سواء الطفل عنده مشكلة مثلا في إمساك عنده مشكلة مثلا في عينيه عنده مشكلة في عظامه ده تاريخ مرضي أنا بحكي وطبعا فيه أوقات كتيرة كمان التاريخ المرضي ده متحكيش كويس بس أنا أصدي إيه يعني إن ده اسمه التاريخ المرضي لازم نذكر فيه أهم العلامات اللي حصلت في رحلتنا مع هذا المرض أو هذه الحالة المرضية اللي احنا بنسأل عنه أمال إيه التاريخ الطبي؟ التاريخ الطبي بقى هو طيب هو عنده عشر سنين المشكلة دي بدأت من إمتى؟ بدأت وهو عنده تسع سنين و 11 شهر يعني من شهر واحد ولا بدأت من هو عنده خمس سنين ولا بدأت من هو عنده ست سنين ولا بدأت من سنة ولا بدأت من ستة شهر فاهمين قصدي؟ طيب ولما بدأت عملنا إيه إحنا المساري الطبي بقى رحنا لمين؟ يعني تخصصات إيه مش مين أسامي رحنا إيه سواء على مستوى الأطباء إيه الفحوصات اللي عملناها؟ إيه التحاليل؟ الفحوصات كانت إيه ونتجتها إيه؟ التحاليل كانت إيه ونتجتها إيه؟ الأطباء اللي رحنا لهم كان إيه تشخصهم؟ العلاج اللي خدناه جاب نتيجة ولا ما جابش؟ ومشينا عليه قد إيه؟ هو ده اسمه التاريخ الطبي فاهمين قصدي؟ طيب نتكلم بقى في السؤال إحنا قدام مشكلة الحقيقة قد يكون لها أسباب غير مرضية وأسباب مرضية باختصار شديد إحنا في سطر واحد الطفل يعاني من فقدان التحكم في التبرز بشكل كامل يعني بيفقد القدرة على إنه يمسك نفسه بشكل كامل وزي ما قالت الأم في سؤالها إنه لازم قبل ما بيدخل بقى الحمامة علشان التبرز بيكون فيه آثار يعني بتكون العملية بدأت تمام كده؟ طيب زي ما أقول لكم فيه أسباب مرضية وأسباب غير مرضية في الأول هنتكلم عن الأسباب الغير مرضية خلاص زي إيه؟ زي التكاسل إن الطفل يكون متكاسل مش الطفل ده أنا بجاوب كده بشكل عام بقى خلاص إنه يتكاسل بيكسل يقوم يعني مثلا هو حس بالديزاير أو بالرغبة فيه إنه يدخل الحمام أو التوالت يدخل يتبرز خلاص وتكاسل يعني اللي هو إيه؟ هقوم كمان شوية هقوم لسه هقوم بقى دلوقتي خلاص فيقوم التكاسل ده ها؟ يخونه زي ما بيقوله يعني يخونه عامل الوقت يعني هو كان فاكر نفسه إنه هو لما يحس إنه عايز يدخل التوالت عشان يتبرز يعني قدامه مثلا تلت دقايق إنه عشان يعني هيقدر يمسك فيهم نفسه اللي حصل إنه هو ممسكش نفسه في تلت دقايق كانت قدرته على ضبط التحكم ده لم تتجاوز دقيقة فالمسألة بدأت طب أصل الموضوع إيه؟ التكاسل تمام؟ إيه تاني من الأسباب الغير مرضية؟ لانشغال بشيء يعني إن الطفل عنده الرغبة إنه هو يدخل الحمام أو يتبرز وكده لكن شاغل نفسه أو مشغول في اللحظة الحالية بشيء وهو عنده الرغبة دي إنه يدخل الحمام مشغول في الكمبيوتر مثلا مشغول إنه بيلعب لعبة مشغول في التلفزيون فاهمين قصدي؟ فيقوم برضو هذا التأخر يفقده يعني هو كانت قدرته على التحمل وقت معين الوقت ده لم يكفي إنه هو يمسك نفسه وبدأت العملية إيه تاني من الأسباب؟ تأخر آخرين في الحمام قبله مع كونه مثلا إنه ده حمام وحيد في المكان فيه ناس لما بتدخل الحمام يعني فيه بيوت كتيرة جدا فيها حمام واحد شقة تلاقي فيها حمام واحد بيوت كتيرة جدا جدا فيه ناس لما بتدخل بقى التوالد تطول قوي يعني تقعد كتير قوي خلاص يعني ناس كبار يعني أب أم أخ أكبر وهكذا دون النظر إنه ممكن يكون فيه حد أو طفل صغير ممكن قدرته على إنه يمسك نفسه ما تكونش بالقوة اللي إحنا متصورين تمام؟ ده من الأسباب السبب اللي بعد كده الغير مرضي إحساس الطفل بالتوتر الشديد يعني إيه بالتوتر الشديد؟ بمجرد إحساسه بالرغبة مثلا في التبرز ينتابه توتر شديد ليه؟ نتيجة الحوادث اللي حصلت قبل كده نتيجة إنه ما بيمسكش نفسه فممكن الطفل يفقد بعض السيطرة على تحكمه الكامل ده في الأول زي ما تقال في السؤال خلاص؟ يعني الطفل حصل له أو عنده رغبة عارفين الحكاية دي كمان كانت مشهورة قوي في إيه؟ مشهورة قوي في لما بيبقوا أطفال أكبر بقى وكبار بيبقوا مثلا لما بيبقوا مثلا في امتحانات جامعية وعندهم امتحانات اللي هي الأورال إجزام أو الامتحانات الشفاهية خلاص؟ أو إنه داخل يعمل لقاء عمل انترفيو مثلا هيقدم في وظيفة فتلاقي حد يقول له مثلا إيه؟ اتفضل حداك اللي عليك الدور يقول في اللحظة دي يجي له رغبة أنه عايز يدخل حمان كتير قوي الحكاية دي بتحصل والحكاية دي بتبقى لها جزور بقى من هم أطفال فنفس الشيء إحنا هنا بلتكلم بقى في السؤال إن الطفل ده جاله الرغبة أنه عايز يدخل يعمل براز تمام؟ أول ما جات له الرغبة دي بيسيطر على دماغه هاجس إنه هو مش هيمسك نفسه طيب إيه أسباب بقى الحالة؟ إيه اللي يخليه يبقى في هذا القدر من التوتر؟ أول سبب أول سبب أشقاء الطفل أشقاءه أنت جبتي سيرتهم ليه أنا قلت أشقاءه؟ لأن أنت جبتي سيرتهم في السؤال قلت جو البيت وحش ومش طيقينه وعنده أخوات والريحة وحشة فممكن كده الطفل يكون متعرض للتنمر أو للسخرية أو للمتعاض اللي هو ييه هو أنت برضو عملت ده خلاص فهو يعني مع تكرار الأمر أول ما بيحس بقى بالرغبة في التبرز يوم التوتر الشديد ده يفقده السيطرة ممكن كمان لو فيه ضغط شديد من الأم أو الأب تمام؟ الضغط الشديد من الأم أو الأب اللي هو أنت عارف لو عملت كده تاني أنا هعمل وساوي أنت لو عملت كده تاني أنا هعمل مش عارف إيه وهكذا تمام؟ برضو اللي هو فكرة إيه الفضيحة أو اللي أنا لو عملت كده أنا هقول لكل الناس أنا هقول لجدتك أنا هقول لخيالك أنا هقول لعمتك وهكذا الخوف برضو من العقاب تمام؟ العقاب الجسدي إنه هو الطفل يكون بيتعرض لعقاب جسدي أو تخويف أو عقاب مدي حتى أنه بيتحرم من حاجات وهكذا دي كانت الأسباب الغير مرضية نيجي بقى الأسباب المرضية وهي كتيرة جدا في الحالة دي الحقيقة أول حاجة ممكن إمكانية إصابة الطفل بالددانة دبوسية ودي بتفقد القدرة على التحكم في التبرز تاني احتمال أنه ممكن يكون الطفل يعاني من الإمساك الشديد المزمن تعمل الحكاية دي؟ آه تعمل الحكاية دي اللي هو أنه ما يقدرش يمسك نفسه في الأول أو أن الطفل يكون بيعاني من حاجة اسمها الإسهال الشديد المزمن أو أنه يكون بيعاني من حاجة اسمها متلازمة الإخراج المضطرب اسمها إيه؟ اسمها irritable bowel syndrome متلازمة الإخراج المضطرب يعني أن الطفل ده وديعة فكرة تحصل لأطفاله تحصل الكبار تلاقيه يوم عنده إمساك ويوم عنده إسهال يومين عنده إمساك ويوم عنده إسهال إسهال إمساك إسهال إمساك مرتبط بالأكل وحنا مش مرتبط بالأكل دي اسمها متلازمة الإخراج المضطرب irritable bowel syndrome وارد برضو إن يكون الطفل عنده مرض اسمه مرض كرونز كرونز ده من أمراض الأمعاء اللي ليه طابع التهابي وبيتميز إن بيكون فيه مغس وإسهال شديد والطفل اللي بيصبي بيكون عنده سوق تغزية ونقص في الوزن من الأسباب المرضية برضو وجود حالة البواسير الشديدة البواسير وفيه ناس تقول الله هو الأطفال بيجي لهم بواسير دلوقتي بقى يجي لهم بواسير كتير جدا نتيجة إيه؟ نتيجة الإعلانات الكتيرة والمقرمشات اللي بيعلن عنها يوميا عشرات المرات على كل الشاشات اللي بتكون حرة شط نار مش عارف إيه الحاجات دي كلها تؤدي لإصابة الأطفال والكبار بالبواسير برضو من الأسباب المرضية وجود مشكلة نتيجة مضاعفات جراحية يعني يكون الطفل عمل عملية سابقة أدت إلى تدمير أو تأثر العضلات أو الأعصاب المسؤولة عن التحكم في التبرز ما هو التحكم ده بيبع عضلات والعضلات دي بتتحرك أو بتنقبض وتنبسط عن طريق أعصاب برضو من المشاكل المرضية وجود مشاكل تكوينية ما بحبش كلمة عيب خلقي وجود مشاكل تكوينية زي مرض مشهور أو اسمه هيرش سبرانج ديزيز هيرش سبرانج ده مرض في الأمعاء الأمعاء الغليزة مش الأمعاء الدقيقة اللي هو القولون بيكون في عيب تكويني في شكل نقص الأعصاب في عضلات القولون أو برضو من الحاجات المرضية اللي ممكن تؤدي للمشكلة اللي في السؤال وجود مشاكل فيه النخاع الشوكي زي مرض اسمه سباينة بفيدا نصيحتي الأخيرة أن احنا نهتم جدا الاهتمام الشديد بالمشكلة مش بأن احنا متضايقين منه وقرفانين منه لأ نهتم بالمشكلة لازم استبعاد الأسباب الغير مرضية أولا ثم المشورة بقى الطبية والله هتكون فيه أكتر من تخصص البداية هتكون بالأمراض البطنية ثم تخصص الجراحة في حال احتياج لذلك وفي كل الأحوال الأمر تحت السيطرة الطبية يعني الأمر ده سهل المعالجة الطبية بس نعرف السبب ترجمة نانسي قنقر